السلام عليكم زي بشهندسين. تعالوا نبتدي بقى في التاسع اللي هو بيتكلم على معنا اول مسألة المسألة الاولية دي انا عاوزك تركز اولا بشهندس بقول لك يا بشهندس بقول لك ان ما فيش طاقة مخزنة في البداية في كل من في الدارة قدامك دي يعني معناها في المكسف والملف ما فيش طاقة مخزنة بداخله. يعني يا بشهندس يعني انت عندك المكسف الانيرجي بتاعته هي النص سي في في النوود تاربيع بتسوي صفر. معناها ان الفينود مصفر. وكذلك في الملف الانيرجي بتاعتها هي النص في النوود تاربيع دي معناها ان بتساوي صفر. هنا مرضو هاتيقول لها شاديس هي تقوانين هنا سارية اللي هي النصو طبه عشاندس mentحافظ قانون المكسف هو النصسي في الفي لكل تاربيع. كذلك في الملف هو النص في ال L في ال I OF T لكل تربع وقوانين دي سارية حتى في ال RLC خلاص يبقى انت هنا هتلاقي ان ال V نود بصفر وهتلاقي ان ال I نود بصفر خلاص تلاقي ال I نود بصفر وال V نود بصفر دائما مش هنطسين في المسائل بتاع ال RLC زي ما احنا قلنا بنحتاج القيام الينشل اللي هي ال I نود وال V نود بالاضافة الى لو انت شغال في استيبر سبونس هدائما هتحتاج ال I عند المال نهاية تعال اي شو هندس نكمل المسألة بتاعتنا. عاوز ال I node وال V node. عاوز كلها من ال I node وال V node. دولار عاوز ال I node وال V node بتوع الملف. خلاص عاوز ال I node وال V node بتوع الملف. تعالي شندس الرسمة اللي قدامك دي الرسمة دي ما انتش عارف سكيات RLC Barrier ولا Series. خلاص انت بش عارف اين نوع منه. طبعا انت مخدتش RLC اللي هي تتبقى Mix. اتفقد بها كل حاجة لأ. تاخدت لأ اما برر بس او سيرز بس. لكن الاثنين مع بعض لأ. يبقى الدارة دي لازم حولها لشكل انا عارفه بما ان الملف والمكسف الاثنين توازي باكيد دي برر. يبقى لازم اتصرف في المصدر والمقاومة دولة. لازم اتصرف في المصدر والمقاومة دولة. دولة مش هندس مصدر جهد توالي معاه مقاومة مية خمسة عشرين اوم. ده قدر اخليهم مصدر الطيار معها مقاومة توازن. طبعا المقاومة التوازن هتبقى مية خمسة وعشرين زمهية. ومصدر الطيار هتبقى خمسة وعشرين على مية خمسة وعشرين. خمسة وعشرين على مية خمسة وعشرين اللي هي خمس تطلع باتنين من عشر امبير. يبقى انا اوش هندس بعد ما عدلت الرسمة بتاعتي انا رحت حطيت التوازي مع مصدر الطيار اللي اتنين توازن مع بعض. قيمة المقاومة نزلت زي ما هي 125 اوم والطيار اثنين من عشرة امبيل وما انساش اول مطلوب عندي هو الطالب فايندز اكسبريشان فور الاي نود افتي عاوز الاي نود دي كدلا في الطيام طبعا ما انساش برضو ان انا معي الاي نود بتساوي الصفر والفي نود بتساوي الصفر تعالوا مش هندس انا دلوقتي ادارة عند التى اقل من الصفر خلاص انا مش محتاج ارسمها هنا لان انا كده كده اصلا معي القيم الانشي لو القيمة اللي انش Life Days مش معاي اراسمها واروح اجيب عند الطايم اقل من الصفر وطبعا الدارة هتبقى مستقرة الملف هتبقى شورت ويميد المكسف هتبقى قبل اروح اجيب الجهد واجيب الطيار بتاع الملف فا طبعا بمعين وهو هم التهوم ليه فخلاص انا هتجنب عند الطايم اقل من الصفر وروح ابتدي عند الطايم اكبر من الصفر عند الطايم اكبر من الصفر هباش وانسين ده معناها ان السويتش هي با closed ده. فخدت نفس الدائرة معي هيد ده اما تبقى الدائرة عند الطايم اكبر من الصفر. انا كل اللي انا عاوزي من الرسمة هنا انا بما اني شغال انا عند اما السويتش يتقفل دي ستيب رسبونس. دي اول حاجة انت هتلاحظ ان هي برر رالي سي وخلي بالك ستيب لها باش مهندس ستيب عشان مصدر الطيار متوصل بها في المرحلة التانية. خلاص حددت نوع الرسمة يبقى انا هشغال ادام بما اني شغال عن ستيب. يبقى انا عارف ان انا في ناتشر شغال جهد بقى في الستيب هاشتغل طيارة. ولو اشتغلت جهد بقى ارضو ما فيش اي مشكلة. بس احنا هنشتغل بالطبيعي عشان ما نطلبتش. فهنشتغل طيار. بما ان اشتغل طيار يبقى انا محتاج الطيار عند المالة نهائية. هروح اجيب الطيار عند المالة نهية. بقرسم الدايرة عند الناهاية. عند المالة نهية مش هانتسين الرسمة دي. المكسف هيبقى اوبن. والملف هيبقىcraft. فرسمة الدايرة عند المالة نهاية دي معناها ان الطيار اللي هو 2 من 10 امبير هيمشي كله في الملف. يبقى انا عندي الطيار عند المالة نهاية. خلاص الطيار عند المالة نهاية. يبقى انا عندي الطيار عند المالة نهاية هو ب 2 من 10 امبير. هاخد الرسمة بتاعتي. خلاص انا خدت الرسمة زي ما انا قلت لك. خلاص وهاخد المعطيات اللي انا جبتها اللي هي ال i نود ال v نود ال i عند الملانة. اول حاجة مش هنسين بنمتدي بنفس طريقة الحل بروح اجيب القيام اللي نشاق فلاص جبتها هروح اجيب الالفا والوما جانود عشان احبق. هروح اجيب الالفا اللي هي واحد على الاثنين ال r c معي ال r بمية خمسة وعشرين ومعي ال c بستة خمسة وعشرين من مية مايكرو. طلقت لقيمة الالفا بستمائة واربعين اروح اجيب الوما جانود اللي هي واحد على جهاز lc وعود عن ال l بميتين وخمسين فعشة وسرب تلاتة عشان ميلي وعوض عن ال c بستمائة خمسة وعشرين فعشة وسرب ستة عشان دي مايكرو. هيطلع لقيمة الامة جانود بثمنمية. هتلاحظ ان الالفا اقل الفا اقل من الامة جانود دي معناها اندر دمبت. هروح اكتب قانون الاندر دمبت. هتلاحظ ان انت الالفا خلاص معك. محتاج انت بقى او معاك الاي خلي بالك. الاي عند المال نهاية برضو باثنين من عشرة. كل المجول هنا هو ال b واحد داش وال b اتنين والامجا دي. هروح اجيب الامجا دي الاول هي جهاز للامجا نود تربية نقص الالفا تربية. هعوض معي الامجا نود والالفا هتطلع برمانية وتمانين ريديان بيرساك. جبت الامجا دي هروح ازبط الرسمة بتاعتي عوضت عن الالفا واعوضت عن الامجا دي. ابقالي بس هنا ال b وطبعا عوضت عن الاي كمان. فالمجول هو ال b واحد داش وال b اتنين داش. تعالي مشانتس نحدد بتوع ال b واحد داش وال b اتنين داش نحددهم خلاص اه عن طريق ال الانشا كوندشا. اول علاقة معاك انتقيل عند الاي نود هتطلع هنا عند الانتين بالزفر يطلع عندك الاي زائد الاي زائد ال b واحد داش هتطلع عن الاي نود بزفر والاي طبعا هي معاك باتنين من عشر. هتطلع لك ال b واحد داش بسالب اتنين من عشر امبير. تعالي مشانتسين نجيب ال b اتنين داش انت هتروح على المشتقة الدلت اي على الدلت اي بتساوي السالب الالفا بواحد زائد ال b اتنين اومجا دي بتساوي الفي نود على ال ال. هتعاوض يا مشانتس عن الالفا والامجا دي والفي نود والال. طبعا الفي نود زي ما انت ملاحز فوق بصفر فالطرف اليمين ده بصفر. هنعاوض بشانتسين هيطلع طبعا معاك هنا بس المجهول هو ال b اتنين لانك معاك ال b واحد داش هنا. يطلع ال b اتنين داش بي اتنين سالب اتنين اه من عشر امبير. خلاص هو مية تانية وعشرين على الربع مية تامنين. نعوض يا بشانتس مع معانا الاي ال اللي كدل في الطايم بي المعادلة اللي هو قدام اللي. عوضنا هنا في المعادلة دي عن b واحد داش و ال b اتنين داش. خلاص يا بشانتسين دي معادلة الطيار كدل في الطايم. بعد كده هو كان طالب الجهد على الملف. عشان تجيب الجهد على الملف. بشانتس ما انا عاوضك برضو تلاحز ان الاي نود اه دايب عند الطايم اكبر من او ساو الصفر. وحتى كمان الفينود دايبة برضو عند الطايم اكبر من او ساو الصفر. ليه بش مهندس بنرغمين انه الجهد بتاع الملف المفروض بتغير عشان مع المكسف. المكسف بيحافظ على الجهد. فالفي نود والاينود. خلاص الفينود والاينود وكذلك اه اللي تهنن بس الفينود والاينود دولها مش هندسين هيبقى عنده الطايم اكبر من او ساو الصفر. الوحيد اللي يبقى عند الطايم اكبر من او ساو هو الاينود والفي نود بتاع الملف. لكن الاي سي والاي ار دول على حسب الوضع. خلاص. لكن اللي ثابت هو الجهد للتلاتة. خلاص السابت للجهد للتلاتة. ويبقى تي اكبر من او ساو الصفر. وكمان معهم هو الاينود ده مؤكد ان هو عند الطايم اكبر من او ساو الصفل. لان الملف اللي يسمح بالطايم اللحظ في الطايم. يبقى المكسف حافظ على الجهد والملف حافظ على طايم. تعال يا مش هانتين انت معاك الاي ال وعاوز الفينود. طبعا انت حافز ان الاي اه اللي بتساوي اه ان في بتساوي ال ال في ال dy على ال dy بصفر. طبعا انت عندك هنا ده المشتكة الاول في الثاني زي المشتكة الثاني في الاول. طبعا الشكل اللي قدامك ده ده المشتكة. بعد جاوش هنطين هتطلع معك بالشكل ده بتساوي اي قس سالب ستمة واربعين اي قس سالب الفة تي يعني. هيبقى بس عندك القيمة دي مضروبة في الصين ربما وتمين. ده السابت خلاص اللي هو البي اتنين بتاع الفينوود. طبعا البي واحد اللي هو مضروب في الكوزين طلع بصفر. خلاص サفر زي ما انت هتلاحظ فيه وانت بتعمل بتاع الكوزين هيطلع بصفر. فيه سقة تانية اي بشوهندس ان ان انت ممكن تروح تجيب البي نوود دي من الاصل. خلاص ان انت تروح تجيب البي نوود دي من الاصل. ان انت معاك الدي خلاص تكتب المعدل العامز زي ما انا معرفك ان البي نوود بتساوي فيه عند المالة النهاية. طبعا عند المالة نهاية. طبعا ما تشوف كده الغهvard مكسسف عند المالة نهاية. او الجهد عموما اللي هو ال V NUT ده عموما خلاص طبعا المكسف هيبقى open وهي الملف هيبقى short فدي معناها ان ال V عند المالة نهاية بصفر ان ال V عند المالة نهاية بصفر انت ممكن هنا تسميها بي واحد و بي اثنين بما ان اصلا كنت مسميه في اللي فاتت بي واحد داش و بي اثنين داش انت ممكن تسميه هنا مسمتين خلاص ممكن تسميه هنا اي مسمتين اه يبقى ال B واحد خلاص وهي ايه استسادة طبعا الالفة سابتة والامجة دي سابتة هنا مفيش ايه اختلاف بين الالفة والامجة دي خلاص لان الدايرة زي ما هي هو كل اختلاف هيبقى في السوابت بي واحد و بي اثنين هتروح بنفس الطريقة هتجيب عند ال V NUT بتسوي صفر خلاص ال V NUT بتسوي صفر هتعود في المعادلة دي عند الصفر هتديك المعادلة ان هي الآي زائد ال V1 او ال VF معلشش زائد ال V1 طبعا ال VF معي بصفر هقدر اجيب ال V1 داش طبعا اللي هي تسوي ال V NUT اللي هو بصفر تطلع ال V1 داش بصفر الحتة التانية ان انت هتقوله ان ال DV على ال DT طبعا انت عارف ان هي بتساوي ال IC على ال C لان ال IC بتساوي ال C في ال DV على ال DT طبعا دي انت عارف قبل كده ان ال IC على ال C دي بتساوي طبعا المعادلة بتاحتك اللي هي ال ALFA سالب ال ALFA في ال B1 داش زائد الامجة دي في ال B2 داش طبعا ال IC عند الصفر خلاص ال IC عند الصفر طبعا شانس انت عارف ان ال IC هو عبارة عن واحد طبعا ال IC خلاص طبعا انت عندك هنا واحد على ال IC طبعا ال IC بالعلقة اللي هي سالب على ال R ناقص ال I نود ناقص ال I هتلاحظة بشوان دي انت عندك ال V نود على ال R بصفر ال I نود بصفر هيبقى لك بس ال I يبقى هنا هتعود هنا في المعادلة بال I تعود في المعادلة بال I وال I في الحالة دي هتبقى باثنين من عشرة امبير خلاص شانسين ف زي ما انا قلت لك خلاص ال IC بتساوي اللي هو بتساوي ال V نود على ال R ناقص سالب طبعا سالب V نود على ال R ناقص ال I نود زائد ال I زائد ال I زائد ال I اللي هو الطيارة المبسطرة تديك في الاخر طبعا دي اتنين من عشرة تطلع يتلاحين ال V نود بصفر زي ما انا قلت لك وال I نود بصفر يبقى لك ال I خلاص ال I اتنين من عشرة على القيمة تديك اتنين الف تديك برضو ال V اتناش بالقيمة دي تطلع لك القيمة اللي انا قلت لك على دي او تحلها بالطريقة دي او تحلها بعد ما اجبت ال I L مفيش اي مشكلة اتنين صح طبعا ال I L اتبقى اسهل حتى لو انتش تقيد وطولت معاكس دي اتعاوش هنطين لي المسألة اللي وراها هو بقول لك زي سويتش انزا سيركت انزا فيجر بقول لك في دارة قدامك يا زبين انزا بعد جل وقت طويل قبل ما يتحرك ليدك اليمين عند الطايم بسو صفر طالب برضو ال I L وطالب الجود اللي واحد على التلاتة اصلا يعتبر ال V C اول حاجة شانزين بتفكر فيها ازاي تجيب الانش دعا ما ناخد المواطيات بتاعتنا طبعا هو اول مطلوب طالبه طالب ال I L تعالي شو هندس نرسم الدارة عند الطايم مقالب للصفرة ما كان زي سويتش على ايدك الشمال ما جاء نرسم الدارة طبعا هيبقى عندك جزء على يمين وجزء على الشمال تعال الاولى مشو هندس دي الجزء اللي على يمين هتلاحز ان الطايم ده طبعا ده شوط سيركت اللي حملت عند الطايم مقالب للصفر اللي هو دايرة مستقرة في اللونج طايم يبقى الملف هيبقى شوط سيركت والمكسف هيبقى قابل الطايمة مشو هندس هيمشي كله في الملف فال I L هتبقى في الحالة دي بمئة ميلا امبير طبعا حالة دي بالنسبة لي هتبقى هي ال I Nude لان ال I Nude قبل بساوه بعد فانت عاوز تقوله هنا ان ال I عنده الصفر ونيجاتيف وبعد كده تجي في البوزتف تقوله اتنين بساوه بعد فال I Nude بتساوه كذا ما فيش مشكلة تعالي شو هندس عند الطايم مقالب للصفر برضو لو انت حبيت تجيب الجهة الجهة عن مكسف اللي هو ال V عنده الزيرو بوزتف النيجاتيف وبعد كده تقوله ان الزيرو بوزتف بزاو الزيرو نيجاتيف فعنده ال V Nude بتساوه كذا هنا هتوزع الجهود اللي هو الميت فولت في المقاومة بتاعته اللي هو التلاتة على مجموحهم اللي هو الاربعة تطلع لك بي خمسة وسبعين فولت بمعاك القيام الانشيال بمعاك ال I Nude ومعاك ال V Nude طبعا انت ممكن تجي هنا زي زي ما قلت لك عند الطيب مجموعة من الصفر تقول له قبل بيساوه بعد دلقة صح يعني و V Nude قبل بيساوه بعد انا بشهندس جيت عند الطيب مجموعة من الصفر وخدت نقلت السويتش من الشمال لليمين ورسمت الدايرة لعيدك ليمين دي زي ما انت شايف كده الدايرة لعيدك ليمين دي يا بشهندس هي ستيبرس بونس وهترحز ان ال RLC من النوع برل متوصلين برل مع بعض اول حاجة اي شانسين ان انا طبعا جبت ال I Nude و V Nude بما اني هتعامل هنا مع الطيار فمحتاج ال I عند المالة نهاية فاروح ارسم الدارة عند المالة نهاية اما ارسم الدارة عند المالة نهاية بدي انا مستقرة الملف هيبقى short والمكسف open فالطيار اللي هو 100 ميلي امبير كله هيمشي في ال I L اللي عندي في الحالة دي الطيار عند المالة نهاية تسميه I او I F بتساوي 100 ميلي امبير يبقى انا مش هندس خلاص بمعي المواطيات بتاعت كلها ال I Nude ال V Nude ال I عند المالة نهاية اول حاجة اروح اجيب ال Alpha واجيب ال Omega Nude معاك ال Alpha اللي واحد على ال 2 R معاك ال R معاك ال C تعاوض تجيب ال Alpha تروح تجيب ال Omega Nude اللي واحد على الجهاز ال L C معاك ال L معاك ال C تروح تعاوض وتجيب ال Omega Nude هتلاحز ان ال Alpha وال Omega Nude ان ال Alpha اكبر من ال Omega Nude ال Over Temple خلاص بتاعنا ان ال I L of T بتساوي I زائد A1 داش I plus 1 T زائد A2 داش I plus 2 T بعد جدا يا شهندس هتروح هتجيب الاول ال S1 والرودس التحتك يعني هتجيب ال S1 وال S2 زي ما انت حافز قناة هتروح تجيب ال S1 وال S2 عن طريق تعاوض بال Alpha وال Omega Nude تطلع لك ال S1 وال S2 بالكامل تزبط شكل المعادلة اللي عندك تطلع لك المعادلة تطلع لك المعادلة بالشكل اللي قدامك ده عوضنا عن ال I وعوضنا عن طبعا اللي هو ال Alpha وال Alpha في هنا ال S1 ب200 و ال S2 بسالب تقنية خلاص يا هندس الدرق قدامك دي هتلاحز اللي مجبول فيها بس هو A1 و A2 و A2 عشان تجيبهم عن طريق ال S1 عندك عشانس ال I Nude بتسوي I زاد A1 زاد A2 دي عند الطاين بس هو صفر لو انت عوضت في المعادلة دي عند الطاين بس هو صفر هيديك المعادلة دي هتعاوض عن I Nude بكامة بتاعتها اللي هي 100 مل مية في عشرة الساعة بتاعتها وتعاوض عن I بكامتها اللي هي 100 مل هيضطر الاثنين مع بعض يديك المعادلة دي ان A1 زاد A2 داش بتسوي صفر ده اول معادلة معي تعال تاني معادلة اللي هي تجيب عن طريق الاشتقاك اللي هي دي I على DT اللي هي بتسوي الفينود على L هنعوض عن S1 والS2 معلوم كميتهم نعوض عن الفينود اللي هي معايا كميتها ب75 على L اللي هي كميتها 250 ملي اللي هي 25 ممي دي المعادلة التانية نحل المعادلتين مع بعض يديني A1 داش والA2 داش وما تنساش ان لوحدتهم بالانبيل هنعوض في المعادلة اللي فاتت يديك المعادلة بتاعتك اللي هي ال I L كدلا في الطايم بالشكل اللي قدامك لو انت حبيتها بعد كده تجيب عاوز الجهد على المكسف زي ما انا ما اقيل لك قبل كده هتروح تشتاك جهد ال V C وهنافسه ال V L وهو ال L في الدقاي على ال DT هتشتاك يا ماشواندس هيديك المعادلة اللي قدامك خلاص هتشتاك المعادلة هيديك المعادلة اللي قدامك طبعا هتشتاك الاولاني بصفر هتشتاك ال S1 تنزل بسلم متين في نص وهو دي سلم تمنمية في نص خلاص ينسين قد اضربهم طبعا الاتنين بعد الاشتاكاك هيمدربهم في ال L اللي هي 25 هاديك ال V C بالشكل قدامك تعالي شهاندس بيقولك في المثال السابق اللي هو ده بيقولك كمل عليه بيقولك عاوز التوتال انيرجي عاوز الانيرجي اللي هي خلي بالك خلي باك وقصده هنا اللي هي هتنتنقل من الملف للمقامة خلاص اللي هي هي الصيغة بس معناش هنا المفروض اللي هتتنقل اللي هتطلع بقولك عاوز الانيرجي اللي هتطلع من الملف المقامة وكذلك هتلاقي نبطلوب الانيرجي اللي هتروح بالاقوى يعني عاوز اللي هتطلع من 250 و proverb реالك ويهم هتطلع له والاقوى والاقوى له الممقاومة كمان اللي هتطلع من المكسف مزد آور هو الاول 3000 مطاليب عاوز الملف فاعدة示 في المكسف عاوز الحاوز تنتقل المقاومة اللي هي كمية 40 او. تعالش انس عشان المسألة دي مهمة اه هنقض اول مطلوب معنا اللي هي الانيرجي بتاع الملف. الانيرجي بتاع الملف دي لها سكتين. اما ان انت تستخدم القانون الاصل وده الاسهل اللي هو النص ال ال في ال اي اوف تي لكل تاريب. وده الاسهل معك. بس تعالى نقول لك طريقة تانية انت جايز او مرة تعرفها بقول لك اشه هندس احنا ما كن في ملف مع مقاومة بس كنا قلنا ان الباور المفقودة في المقامة لها تلت قوانين. هي אي تربع في ال ار او tief او الف y f czy طلع كمان يا بشاندس لو انت كاملت ال V في اي بتوع الملف يديك الانيرجي اللي طلع من. ازيه 빼ch可愛 sobhmm LIKE لو انت رحت الباور اللي هي طبعا بنا حدش يجيانى اقولها بشواندس طب هنا الباور في الملف. المفروض هنا بصفر. خلاص. بس دي يا مشوهندس الباور مع تغير الزمن هيطلع فيه انرجي طلع من الملف للمقامة وعن طريق تكامل الباور. خلاص ده عشان هنا حالة خلاص. تعال يا مشوهندس لو انت حبيت بس طبعا هديك قانون تاني عشان قانون ده بيلغبط عشان الناس حافظة ان الباور فيه الملف بصفر. خلاص. اه تعال يا مشوهندس صفر الملف من صفر الى مالة نهاية. طبعا انت بالكامل من صفر المالة نهاية الباور بين المرات هنقول ل V في I الطبعا اللي هي V C في I اللي هي اللي كادلا في الطائم. طبعا انت معك اليتين يحنا لسا جابطنهم دلوقتي تدربهم في بعض. وتروح كامل من صفر الا مالة نهاية. انا راح تدربتم في بعض يجبتك لك الباور الاول. بعد كده هنروح نكامل خلاص روحنا كاملنا طبعا التجامل هنا كبير جدا طلع معنا في الاخر الانيرجي بتاع الملف بصفر طيب واحد اولا مشاندس الطريقة دي رخمة شوية اقول لنا طريقة اسهل من كده تعال مشاندس طريقة الاسهل من كده ان انت هو هنا انت عاوز الانيرجي عند الانشيال والانيرجي عند الملنة تطرح من بعض تعرف اللي راح للمقام تعال يا مشاندس عند لو احنا جينا على القانون اللي هو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال منت شوية ان الاي نود والاي عند المال نهائي الى اثنين بمئة ميلي حتى لو انت عوضت عن الطين بصفر هنا ويه بمال نهائي يطلع لك نفس الكمتين اللي هو مئة ميلي اميلي معنا ان انت تطرح نفس الكمتين من بعض ان الانيرجي بصفر وده اللي انت لحظته تحت اصلا ان الانيرجي هتطلعه بصفر طب تعالها مش هندس بالنسبة للمقاومة المقاومة انت معاك الجهد هتقوله تكامل ال V تربيع على ال R خلاص او ان انت تروح تجيب الطيار وتقوله برضو ال V في اي وتكامل ال V في اي ما فيش اي مشكلة او تقوله ال V تربيع على ال R اللي اتنين صحة وتروح تعاوض والكامل هيطلع لك قيمة سبعين وتلاتة من عشر طب تعالها مش هندس اه طبعا انت هتكامل خلاص اما ال V تربيع على ال R او ال V فعال او ال V فعال اي طريقة ما فيش اي مشكلة بس انت هنا مش هندس اه للاسف لازم هكامل خلاص هنا لازم هكامل طب تعالها مش هندس بقى للحتة بتاع اللي هي النوت رقم C ولو انت عاوز تجيب على بتاع المكسف والتراكب بتاع المكسف فيه طريقة سهلة برضو اللي هي ان هي هي تجيبها عند النص C ال V ت لكل تربيع عندها الصفر اتنقصها من عند المالة نهائية ازاي مش هندس هتقوله النص C F في ال V نوت خلاص ال V زي ما انت قدتم ملاحظ ان هي كانت تعال ما تشوف كده ال V نوت كب كم? ال V نوت كب خمسة سابعين ال V نوت كانت بخمسة سابعين يبقى ال V نوت يا مش هندس كانت بخمسة سابعين يبقى اولو نص آآ نص C في ال V نوت اللي هي خمسة سابعين تربية نقص اللي في النص في المالة النهاية. عند المالة نهاية نهاية. نعلم mute الشيطانس ت bondrigtة نقام المعد� دائم عند المالة نهاية واستسالة استن Peace how we talk with art 9 plus 5 ولو عاون تيجيبها عند الطايل بصول ساحرة الى كابل 75 ممكن تعامون انها بصفور طلعلك برضو بخمس응ة هتطلع المية ناقص 25. sent I هتلاحز ان هي عند المالة نهاية الجهده بصفر يبقى الانير جيب صفر. عند الانيشل اللي هي النص السي اللي هي السي عندك بخمسة عشرين مايكرو في الخمسة وسبعين تربيع لو انت ضربت الرقم ده هيطلع لك الكيمة اللي احنا نطلعها هنا بالزبط. يعني النص السي في الخمسة وسبعين تربيع هيطلع لك نفس الكيمة اللي احنا نجيبها دلوقتي من التكرم. هو هنا مشان نصرح جاب الاي سي. قالك ان الاي سي عبارة عن سالب الاي ار سالب الاي اللي انه نستجيبه من شوية. زائد الاي طيار المصدر اللي هو ميت ميلي امبير. جاب الاي سي درب الفي في الاي. جاب البار راح كامل طبعا انت ممكن هنا بالشرط تضرب الفي في اي انت ممكن لو انت اه طبعا هنا سكة عشان انت بتكامل في المكسف فما مليكش غير سكة احد الي هي الفي في فاي. فعلك اوشهاندس عشان تجيب البار اللي راحة للمقاومة هتكامل الفي في اي اللي هي البار بتحتك ايطلع لك الامجاسيف الاخر بكيمة سالب سابعين وثلاثة عشر. خلاص? زي ما انا قلت لك يا مش هندس اا الانيرجي اللي لو انت قلت النص السي في الفي نود خلاص? هيطلع لك قيمة الانيرجي اللي خارجه من المكسف وهتبه هي بيسابيه. طبعا مش هندس فهو كل بس الفقل ان انت هتلاحز الاشارة السالب دي معناها ان هو بيت دي. خلاص بس هو هحط بس الاشارة السالب هنا ان هو بيت دي انيرجي. تعال ايش هندس اا لو انت حبيت وطالب اخر مطلوب بقول لك هادل الانيرجي اللي طالع من المصدر زياد نفسه. فانت لو معك طيار وجهده طبعا معناك جهد اللي هو الفي سي بتاعك كله حطي بتاع المصدر. ومعنا الطيار بتاعه اللي هو ميت ميلي. فانت معك الطيار اللي هو ميت ميلي هتضربه في الجهد اللي هو الفي يديك المعادلة بتاعتك دي. الفي اللي ايه? هطروح بنفس الطريقة الكامل من صفر المالة نهاية. طبعا عندي ما نفسك غيري ناكت كامل. هطلع لك في الاخر ان الانيرجي اللي طلع من المصدر بصفر. خلاص اللي المصدر طلع معاك بصفر. خلاص يا هندس فانت هتلاحز ان الانيرجي اللي طلع من المصدر بصفر. طب واحد يقول لي يا باش مهندس هو الكلام ده منطقي ان المقاومة عند عند المالة نهاية ما تاخدش من المصدر ما فيه المفروض حيتمرر طيار في المصدر. فالمصدر هيمرر طيار في المقاومة هقولك لا يا باش مهندس ليه? لان الملف ده هيبقى شورت سيركت والمكسف هيبقى فالملف هياخد الطيار كله. فدي معناه ان المقاومة عند المالة نهاية خلاص المصدر بش هيغزيه اصلا. هو كل اللي بيغزيها فعلا هو المكسف. خلاص هتلاحز ان الوحيد اللي بيغزيها هو المكسف. تعال كده مش هندس. زي ما احنا هدكوا من اللي احنا جبناها. جبنا بتاع الملف ما بيديش. فعلا هو بصفر. و بتاع المصدر بصفر. هتلاحز ان المقاومة هو المكسف التي اتنين بيسووا بعض. المكسف لي المقاومة بيسووا بعض. يعني معناه ان المكسف هو مكسف اللي بديك مقاومة. طبعا هو اتلاحز ان هو ا докال تقول لك ان الكديد يا بيسوى البصورب. طبعا البصورب بتاعيه في الحالة بتاعته دي هي الار والodleيل رد هو السي هو المكسف اللي بديك. لانه هو طالب في الاخر خل بالك بقى يعني لو رجعنا للمسألة هو طالب الانيرجي بتاع الار بتاع الال بتاع السي المتطوب رقم دي قالك الانيرجي بتاع المصدر ذات نفسه خلاص جبناها قالك اعمل لي تشيك اللي هو اخر حاجة عملناها دي ان تشيك ازا ريزولت افزا بارت ايه سروق دي من ال دي تأكد من ال دي ده اجنست ازا كونفرزيشن افزا انيرجي برينسيبا يعني بقولك عشان ديس ان اللي طالع او الديليفرد اثبت ان الديليفرد بيسوي الابسول وده اللي هو اثبت في الاخر كتب لك كيام كلها اهو قالك دي الاربع كيام معك واثبت في الاخر ان الديليفرد بيسوي الابسول هو ده اصدر بالكلام ده تعاليش هنصين ليه المسألة الاخيرة معنا ويقولك زي سويتش عندك اتنين سويتش عندك الديل سويتش قبل خلي باك وضعهم مختلف الاثنين ماشين عكس بعض ان ده قبل كان مفتوح ان ده قبل كان مقفول بعد كده عند الطين بيسول صفر الوضع هنقلق دعاش الاتف الان الان دهنا ما دعا哦 لك يا شندس خلاصة الكلام سأعطي ال I L of T تعالوا يا شندس انا اخذ الرسمة بتاعتي وطبعا انا محتاج هنا ال Initial Condition بتاعتي فاقول له عند الطايم اقل من الصف روحت قولت السويتش الاولين ده open والسويتش التاني closed ورسمت الدايرتين بتوع بالشكل اللي قدامه هتلاحظ طبعا ان الملف هيبقى short والمكسف هيبقى open عشان دي full long time الملف هياخذ الطاير كله اللي هياخذ العشرة امبير فده يا شندس الطاير قبل هتقول له بعد كده عند الطايم اقبل من الصفر الطاير قبل بساوي بعد بتساوي الاي نود اللي هي عشرة امبير طيب ال V C يا شندس قالك ان ال V C طبعا عشرة اوم عشرة اوم الجهد هتوزع بالتساوي يبقى ده هتاوي 40 فولت فال V قبل هتجي انت عند الطايم اقبل من الصفر هتقول ان V قبل بتساوي V بعد بتساوي ال 40 فولت تعالى ناخد الطايم ال Initial ونقول عند الطايم اكبر من الصفر الدايرة بتاعتك وشانت السويتشات هتتغير هتطلع لك الدايرة بالشكل اللي قدامك طبعا هتلاحظ ان السويتش 2 هيبقى Open يعني معناها ان الجزء اللي عيدك اليمين ده هتطلع اللي هو المصدر و 1 ك هتبقى لك بس الجزء اللي عيدك الشمال اللي هي الدايرة بالشكل اللي قدامك طبعا الدايرة بالشكل اللي قدامك ده باش مهندس باش هعرف هتعامل معها لازم اضبط الدايرة ده بحيث انها تكون RLC او برر او سيرس طبعا هنيجي عن مصدر الجهد ده هو المقاومة اللي هم التوالي مع بعض نخليهم له مصدر طيار و مقاومة توازن قلت مصدر الطيار هيبقى 80 على 10 تطلع ب 8 امبير والطيار يتجاهه زي اتجاه المصدر لفوق زي الطيار اللي هيبقى خارج من المصدر و مقاومة ده عشرة هتبقى توازن مع المصدر يبقى 10 توازن مع مصدر الطيار توازن مع العشر اوم يبقى عشر اوم يبقى ده مخصرات المقاومات اللي هي خمس اوم ده الدايرة اللي هتعامل معها ده RLC و خلي بالك ده نخها برررل وستيب اللي هيباشوهندس عشان متوصل معها مصدر بما يلني اباشوهندس بحس بالايل كدالة في الطايم فاني محتاج الاي عند المالة نهاية ده من ضمن الحاجات اللي لازم يجيبها في الاول هقول له عند الطايم بمالة نهاية هروح اجيب طبعا المكسف هيبقى اوبن والملف هيبقى شورت بما ان ده شورت فهو يسحب الطيار كله والمقاومة دي يعتبر مالهاش لازم فالطيار هيسحب الاي ال هيسحب التمانية امبير كلهم متوصل فعند الطيار عند المالة نهاية التمانية امبير هنروح يا باشوهندس خلاص هاخد القيام بتحتي وناخد الرسمة عند الطايم اكبر من الصفر بسبب بتحتي احسب الالفا اللي هي واحد على الاثنين ارسي وبعد كده احسب الامجا نود بعد كده طب انا اطلاعك دي 400 دي 500 باقل باندر يبقى الالفا اقل من الامجا نود تبقى دي اندر ده هروح اكتب المعادلة بتحتي بعد كده يا باشوهندس اول حاجة بروح اجيبها انت معاك الالفا هروح اجيب الامجا دي الاول اللي هي جهاز الامجا نود تربيه انا اقس الالفا تربيته لعجب ثلاثمية رادي امبير ثاند بعد كده يا باشوهندس بروح اجيب البي واحد داش والبي اثنين داش دول يا باشوهندس بجيبهم عن طريق الانيشة الكندشن بنفس الطريقة بروح اقول له ان الاي نود بتساوي الاي زائد البي واحد داش هعوض عن الاي معايا بتمانية امبير والاي نود معايا بعشر هيطلع للبي واحد داش باتنين امبير تحت نقوم من المشتكل الذئلة اي على الذئلة تي محفوظ سالب الفا با واحد داش زي البي تنين داش امجا دي طبعا انت معاك الفيني تقود خذلك الالفا خلي بالك لانستماعك الالفا بروح امجا دي 間حت معايا امجا. بعد كده طبعا انت معاك البي واحد داشا تعاوضature باب pie تنين داشا طريقة بـ 11 امبير هقوض اجيب المعادلة الجديدة بتحتي. تعبش هنطفين لاخر مسألة معنا. وهي مسألة كالجاية في مية ترم اه في مية ترم الفين وتلاتاشر. الواس دي جديع في الفين وتناشر الفين وتلاتاشر. اه المسألة اللي قدامك دي عشو هندس بتقول لك فيه اه عندك اتنين سويتش سويتش بيفتح عند الطايم بساوي صفر ويسويتش اتنين برضو بيفتح عند الطايم بساوي صفر. عندك اتنين سويتش يفتحه بيتغير وضعهم عند الطايم بساوي صفر. بيتغير وضعهم عند الطايم بساوي صفر. هتلاحز ان السويتش اللي هو واحد خلاص بيفتح عند الطايم بساوي صفر. السويتش اتنين العكس بيقفل عند الطايم بساوي صفر. بقول لك عشان السويتشين اللي اتنين فيه يدارة لقدامك بيعملوا مع بعض. وين سويتش واحد كان مفتوح. اه اتنين كان مقفول. خلاص اما ده كان مفتوح ده كان مقفول. خلاص يعني ده كان مقفول وده مش موجود. ده اه عند عند الطايم اه بولك قد تتايم بزاو صفر. خلاص اه كان الطايم عند الطايم بزاو صفر ده انفتح. اتقفل. بولك اه يعني هما الاتنين وشهندس الاتنين كان عكسه بعض. خلاص اه خلاص اه خلاص اه كان مقفول لفترة طويلة قاة الطايم بزاو صفر واحد قبل سويتش واحد انفتح. هو في الاول اوشهندس اه يعني اه التوصيف عموما اه بتاع البتاع وبقول لك ان السويتشين الواحد والتنين خلاص اه ما هيبقى واحد مفتوح التاني مقفول الاتنين والعكس والعكس يعني ما هيبقى اتنين اه مفتوح واحد ايما مقفول. انا هو معنى الكلام هو السطل الاولان ده بقول لك انهما الاتنين السطل الاولان والنص التاني كده بقول لك انه ايه حركتهم عكس بعض. بعد كده بقول لك اه سويتش واحد خلاص هيبقى خلاص يعني في الحالة الاولانية عند الطايم اقل من الصفر ده كان مفتوح. ده معناها اما يبقى ده مفتوح. ده معناها ان المصدر بيغزيش الجزء ده. ده معناها ان اي حاجة انشاء لعندك هنا بزير. يعني الجهد على المكسفات بصفر. الجهد على الملف بصفر. الجهد على المقاومة بصفر. طيارات كل التلاتة برضو بصفر. اي حاجة بصفر. فانت كل يهمك جهد المكسفات يبقى جهد على اي مكسف بصفر. يعني جهدها بصفر والجهد المكسفات كله لو انت سميته مسلا بتاع الملف جهد المكسفات برضو بصفر وكمان طيار الملف ده بصفر وده اول حاجة بيانات احنا كتبناها فوق معنا ان الجميع البيانات اللي عندك سواء من جهد او طيار بصفر خلاص الحاجات دي يكون لها بصفر تعال نشوف اول مطلوب معنا خلاص اول مطلوب معنا بشهاندس اه بقول لك هو عاوز دي خلاص تلاحظ لشان دي اول مسألة تاخدها من نوع النفاع مكسفين خلاص ان يجي لك نوع ان عندك في فرع مكسفين طبعا دي مش مشكلة بشهاندس بالنسبة لي اللي هي بشهاندس مش مشكلة لاني هروح اجيب المكسفين دولة اجيب لهم طبعا سي واحد وسي اتنين او مكسفين الاتنين دولة مع بعض متوصلين توالي ومكسفين بيتعامل على اساس التوالي توازن بحصل ضربهم على مجموحهم بتساوي اربع ميكروفول وبجيب بتاعته خلاص دي عند الطايم اكبر من الصفر طبعا عند الطايم اكبر من الصفر هتلاحظ حاجة كده خلاص ده كان مفهول وده مفتوح طيب عند الطايم بصو صفر السويتش ده يقفل والسويتش التاني هيبقى قبين يعني ده هيقفل او وده هيبقى قبين عند الطايم بصو صفر ده معناه ان المصدر هيدخل مع التلتة عناصر بتاعك دولة يبقى انت يا مشوهندس لو جاء نزبط الرسمة دي عند الطايم اكبر من الصفر خلاص هتبقى الرسمة بالشكل اللي قدامك ده دي عند الطايم اكبر من الصفر ايه اللي احنا عملناه هنروح نجيب بتاع الاتنين دولة هقول لك ليه دلوقتي احنا طبعا احنا ما تنساش ان هو طالب دي 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 هيبقى حسبها لها كزا سكة خلي بالك او من حدة دي انت ممكن تيبشي السكة الطبيعية اللي انت تجيب طيار الملف خلاص بس السكة خلي بالك السكة دي في الحالة دي بالذات هتبقى طويلة شوية ان انت تجيب طيار الملف خلاص اه جبت طيار الملف هتروح تجيب الجهد على الملف طبعا الجهد اللي على الملف هو عبارة عن الجهد بتاع المكسفين دولة خلاص فانت ممكن تجيب انت اداء معك طيار الملف خلاص وهيبقى معك اه جهد الملف اه تقدر تجيب الطيار بتاع المقامة دي عن طريق التلات طيارات طيار الملف طيار المقامة طيار المصدر تقدر تجيب الطيار اللي ماشي في المكسف جبت الطيار اللي ماشي في المكسف تروح تكامله خلاص اه طبعا هي تكامل واحد عسية تكامل اي اف تي دي تي زي دي اللي هي بسفر عاوز تعمل كده وتكامل وتجيب الطيار ما فيش اي مشكلة اه بعد ما تجيب الطيار تكامل تجيب الفي نود ما فيش مشكلة طبعا السكة الاي الا هتبقى طولة او او حتى لو انت جبت سكة الجهد بتاع كلها برضو نفس السكة هتجيب الطيار بتاع الملف خلاص اه انت معاك الجهد تقسمه عال اه تجيب طيار في المقامة اه ومعاك طيار المصدر وطيار الملف خلاص تقدر تجيبه عن طريق تكامل خلاص تجيب طيار الملف التلاتة مع بعض خلاص تقدر تجيب الطيار ناشي برضو في المكسف تروح تكمل نفس الحواب طيب في سكة اصلا مشواندس اه احنا اخدنا مشواندس ان انت عم تبقى شغال في بدينا القوانين عام تحافظ القوانين العامة اه القوانين العامة ان انت برضو تستخدم اه طبعا جميع اي حاجة هتجيبه هنا اه سواء من اه اولا الجهد كلهم بيبقوا شكل بعض بس السواب بتختلف سواء او اندر او الاختلاف طبعا الجهد هنا بتاع التلاتة واحد لو انت هتجيب لي المكسف اللي اتنين دولة اللي هيختلف بس على كل واحد ان الجهد هيبقى السوابت لو انت مسلا شغال هايبقى البي واحد والبي اتنين مختلفة لو انت شغال اندر اه معلش الاندر البي واحد والبي اتنين مختلفة لو انت شغال اي واحد والاي اتنين مختلفين لو انت شغال الكريتكال هتليدي واحد وادي اتنين مختلفين. لكن نفس نفس بحيس الالفا. ولو انت شغال اندر ويجيب امجا دي هتلاهم التلاتة دولة سابتين لجميع الدين. لو انت هتجيب الطيرات هتلاحز برضو ان الطيرات في التلاتة جميع جميع الالفا. ولو انت مسلا شغال اوفر بس واحد والس اتنين والامجا دي سابتين. خلاص اللي بيختلف برضو السوابت. فسواء الاختلاف في حالة الجهد او في حالة الطيار بيبقى اختلاف في حالة سوابت خلاص فانت مش مهندس هنا بالنسبة لك خلاص انت ممكن تعمل طريقة تانية ممكن تجيب دي بطريقة بشرation. ازاي مش مهندس? انت بتروح تجيب الالفا انايلك الالفا دي بتاع الديهرة كلها فانت بتجيبها عالس خلاص فانت بتروح تجيب الالفا ان هي عالسيا. عالاصل. فانت وطول الالفا هي واحدة على اتنين الار الس اكو درباند بربعه محك الار هنا بمية ستة وخمسين. بتروح تجيب برضو بتجيب على الاصل. اللي هي واحد على جهاز ال ال في ال ما تروحش تاخد لي بتاع العشين مايكروفراد لا همناقضي خلاص زي برضو ال 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 ما كنا نتعامل هناك كنا نروح لجيب ال ايه نوعز او نبتدي نشتغل شغلنا ايا ان يكون هنعمل ايه فدي الالفا بتاع الدائرة كلها والاوم جنود بتروح تحكم بينهم تلاقي بالفة اقل من الاومجا نود دي اندر دعملا طبعا الفا تربيع اقل من الاومجا نود تربيع دي اندر دعملا تروح تكتب قانون خلاص الفي نود زي نفسها الفي نود هي او السال في واحد كزين اومجا Après زي بي تنين سacağım اومجا دي تي وهتلاحظ طبعا ان انت معك يختلف بي واحد هو اللي يختلف ما بين ايه отвńين مكسف بس. لكن جميع الالفا والامجة نوت سابتة للاتنين. تعالوا عمشان دس اه اه الامجة دي اللي احنا جيبها هي عبارة عن جزر الامجة اه نوت تربيع ناس الفا تربيع هما الاتنين معاك فوق اهو. تقدر تجيب الامجة دي. الاختلاق كله بقى من اول ما تجي تحسب السوابت بي واحد وبي اتنين. لو انت حبيت تحسب بي واحد والبي اتنين في الحالة بتاعتنا دي. طبعا البي واحد قانون سابت بيساوي الفي نوت. الفينو دا عند الصفر. الفينو دا عند الصفر هنقول لك الانشل كلها بزيرو. فالبي واحد بزيرو. طيب. اه لو انت عشان تسا عاوز تجيب البي اتنين هتغطي اشتاك الدلتا فيها الدلتا تي. طبعا مش تاكة تبقى سابتة لكل عادي. دي فيها دي تي بساو سالب بي واحد زايد امجة دي بي اتنين. المفروض دي بتساوي خلاص المفروض دي اه بتساوي واحد على السي. بتساوي واحد على السي. والمفروض هنا دي اي سي لان الاي. طيار اي سي. خلاص. بتاع المكسف حتى ده. طيار بتاع المكسف ده. هو بيساوي برضو السي في الدي في بتاحته على الدي تي. فانا معاها الفي بتاحت ايش تاكتها. المفروض اللي انا اضربها في اي سي على سي. اي سي اللي هو طيار الفرع كله اساسا. خلاص? عشان اجيب طيار الفرع ده. خلاص? بكل بساطة انا معاها طيار المصدر. عاوز اجيب على المقام يبقى في نود على الار. هتلاحز اللي هي موجودة هي. في نود على الار. تلاحز برضو ان هنا دي الاي نود. نفس القانون اللي انت حافظه. وطيار المصدر له قائل. خلاص بس كل الفرق ان انت هتقول واحد على السي خلي بالك او السي دي بتاع السي ده بتاع الفي نود. خلاص السي ده بتاع الفي نود. يبقى هنا الاختلاف بقى. دي واحد على السي بتاع الده. لو انت هجيب عالتنين مكسف هتبقى واحد عالبدا بتاعتهم. وده ان احنا نعمله منتشوه. هنجيب لك برضو الجود على المكسف كله. خلاص? هتلاقي الاختلاف نفس المعادلات ونفسه كل حاجة حتى البي واحد طبعا عشان الانشية بتاعهم برضه بزيرو. هتلاحز الاختلاف كله في السي ايه كوفلاند. الشغل كله في السي ايه كوفلاند. وليس جوه الاكواس. حتى جوه الاكواس هنا هيبقى سابت لكله. ليه? لان الطيار المكسفين هو نفسه طيار المكسف الواحد. مش هيفرق معاه هنا في المعادلة بتاعته اللي هي سالب ال V نود على R ناقص I نود زائد ال I خلاص لان مجموع آآ 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 عمد قص منها طيار من المقاومة طيار الملف يديك الطيار بتاع المكسف. فهنا بيش هتلاحز فيه اختلاف في القانون غير في السي اللي تحت ده. تعالوا شو هندس هنا خلاص. طبعا انت عارف ان ال B واحد لسه جابينا هاي بزيرو خلاص هنشيله الطرف ده. الامجة دي احنا جابينا فوق بستة مية هاي. آآ عندك الواحد على السي طبعا السي هنا بعشرين بعشرين فراط لان احنا نحطها بتاع السي اللي احنا نحسب عندها بتاع ال V نود. ال V نود على ال R بزيرو آآ 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 بزيرو برضو دي ناشي الكنيشن كلها بزيرو. زائد ال I الطبعا انت عارف ان الطيار بستين ميلة. هتعاوض هتبقى لك عندك ال B اتنين وطلع ال B اتنين معك بخمسة وفولتو. طبعا ال V اتنين معك هتطلع بخمسة وفولتو. هتعاوض طبعا معادلة اللي فوق ايبقى معاك ال B اتنين طبعا الكوزين هتضيع لان ال B واحب بزيرو. ديك المعادلة خمسة ايوس سالب تنمية تي ساين ستمية تي. طبعا هتلاحظ ان المسألة جيت في خطوات معدودة وبسيطة. عشان جبتها على طول على الاصل اللي هو ال V نود. طب لو احب هتعامل بقول لها عشان احنا في الستيبلس بونس كنم تتعامل مع طيار الملفة. طبعا طيار الملفة لو انت بتجيبه امتى? لو انت بتتعامل مع R و L و C مباشرة. خلاص? ما فيش اي مشكلة بتجيبها على طول. بتجيب ال 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 وبعد قد تشتك تجيب جهد الملف. خلاص? طب لو هو مسأل عاوض جهد المكسف او هو نفسه جهد الملف فانت ممكن تتعامل مع الجهد على طول. ماشي. خلاص هو ده افضل ان انت يتعامل على حسب المطلوب. هو هنا طبعا طالب الви نوت دي هتبقى سكة طاولة وجدتها هى call اشوف کده لو انا هتعامل مع الاصل الأصل بتاعي اخلاص قبل ما اتعامل مع الاصل تعال نجيبiras دك الاول لو انا هجيبها بال في نوت الفتي لو انا هجيب ايه الجهد عالملف وبعد كده امشي سكتي لو انت هجيبه الجهد على الملف او اللي هو على المكسفات كلهم. في د mes ممكن تعمل كده وفيه ناس بعد كده هتتعامل مع الاصل اللي انت هتجيب الطيار بتاع الملف وده هنعمله بعد كده. طبعا انت معك ما فياش اختلاف بتاعتك بزيله. كمان الماش هتختلف والالفا والقوم جالود اللي احنا حزبنهم من شوية بشي اختلف. وهتلاح لك برضو نفس الحالة هم اي حاجة هتجيبها هنا اصلا هتلاح لك. خلاص الاختلاف كله من بداية القانون ده. خلاص برضه هيبقى القانون سابت لكله الاختلاف بس في البي واحد والبي اتنين. حتى الامجا دية بشبة في اختلاف. قصة الامجا دية اللي انت هتحسبها سواء للطيار او للجهد برضو هتيمي اامجا دية سابت. الاختلاف كله في السابت من اول السابب واحد وبي اتنين. خلاص طبعا لو انت بتاعمل مع طيار هويبقى فيه سابت. السابت ده برضو لو انت هتحسبك له كل واحد الصابت ده بيختلف. الاي الاولى نادية ممكن ان تختلف معك. تعليم عشان دس ال ب واحد والب ب اتنين طبعا احنا احنا بنتعامل دلوانة القLEY تبع 500 متاع مالف او بتاع المكاسفات كلها المكسفات كلا 이كوة طبعا الجهد برضو الا kaç ليش ال كل اخنم ده جهده بصفر وضيه بصفر بصو فو يبقى الجهد الانشي على المكاسفين مع بعض بزيرا يبقى bel b واحد بازو بزير breath cd'これ خلاص طبعا ال b واحد للب اتنين بيختلف من الجهد ده من الجهد اللي بس انت طبعا مش هتعمل حالتين في الامتحانت هتعمل حلقة عادة هتوح طوله ده بتسوي ايه المفروض ده السي في الدي في على الدي تي بتسوي الطيار اللي هو الاي سي طبعا الاي سي برضه هو الفي على الار زاد الاي ناقص الاي نوت زاد الاي دي مفهاش اي مشكلة بس خليباك انت دلوقتي بتتعامل مع الجود بتاع المكسفين مع بعض فلاسي انت بقى تحت هنا السي اكوفلت اللي هي اربعة في عشر قصر بستة بما انك بتحسب الجود بتاعهم كله اما اتعود طبعا دي بزيرو ده بزيرو ويه سالة بالفا بي واحد بزيرو هتلاحز ان البي كنين تطلع بخمسة وعشرين ده الجهد بتاع اللي هو على الملف ولو نفسه على المكسفين ده الجهد الكلي انت بعد ما جيبت الجهد الكلي قدامك سكتين انت جيبت الجهد على الملف تروح تكامله اللي هو الفي بتسوي الال في الدي على الدي تروح تكامل الجهد تجيب الطيار بتاع الملف خلاص او انت ممكن موبا شرطا بما انك معاك جهد المكسف تضرب على الدي تي بما انك ده الافضل انت معاك جهد معاك جهد المكسف تروح تعمل حتة دي مثلا ما تجيبهم عن طريق الملف تقول له على الدي تي تجيب الطيار بعد جدا تاخده الطيار تكامله بالنسبة للمكسف ده تجيب الجهد عليه اللي هو الفي نوود بتسوي واحد على السيب تحت العشرين ميكرو فراط من صفر طبعا الفي نوود دي بزيرو لنشي عاوز استخدم السكة دي ما فيش مشكلة في سكة تانية برضو بما ان الاتنين مكسفين وعين تحت نفس الشرط عند الطايم اقل له من الصفر الاتنين متوصلين بنفس وعين تحت نفس الشروط مع بعض سواء قبل او بعد متوصلين مع بعض فهنا ينفع استخدم خاصية التوزيع لو انت هنا استخدمت طبعا ما يخططش تستخدم دي بس يعني انت لو استخدمت خاصية التوزيع هيبقى الجهد الكلي طبعا بالنسبة للمكسفات انت عاوز الجهد على ده بتبقى النساء بالعكسية هتبقى لو انت بتوزع بالنسبة لسي لو عادي لكن لو سي لا لازم هتبقى البعيدة هتبقى الخمسة على مجموع الاتنين اشتين زائد خمسة خلاص هديديك نفس القانون اللي احنا لسه جايبينه مفوق اللي هو كان خمسة طبعا اخلاف كله في السابط ده واللي هو خمسة اوز استخدم السكة دي مفيش اي مشكلة دي صح فهدي اقول لها مش هانتس هنا استخدم السكة الاصلية اللي بتاع الطيار انا معي الالفا معي الامجا نود وعرفت في الاخر طبعا معي الامجا دي كمان وعرفت اللي هو اندر خلاص وعرفت ان هو اندر ه созياب الطيار بتاع الملف هاروсь اجيب الطيار بتاع الملف어 اللي هو الاي اللي بتسوي الاي اللي هو الطيار عند المنع نهاية اي وسط سنب الفا بي واحد داش بيتنين داش طبعا تلكل دي بتختلف من الحلا دي عن الحالات الي فاتت هتروح برضو نفس الحوار هتروح تجيب طبعا السوابت بتحدد البي واحد داشة والبي اتنين داشة طبعا انت عارف اما تعود هنا عند ١ بساوي صفر اي نود زائد ال اي تساوي اي زائد البي واحد داشة الاي نود معاك بزيرو اي معاك بستين ملي تطلع البي واحد داشة وسالب ستين ميلي انبير. حبل ياتيس بواحد داشر تطلع بسالب 60 ميلي انبير فهدا علشان دس فاصة هتلاقي بتطلع معك بسالب ستين ميلي انبير هتراح اه عشان تشتاق عشان تجيب البي تنين سلب الفا برضو البي واحد زل البي اتنين داشر these the different term ability d طبعا هتساوي ال�� نود الديتي هي الجهد على الملف. الجهد بتاع الملف بيسوي الال في الديه على الديتي. فانت عندك في نود على ال ال بزيرو. كل حاجة معلومة معاك هنا تقدر تجيب البيتنين داش تقدر تركب المعادلة اللي فوق يديك معادلة الطيار اللي هو الاي اوف تي بالشكل اللي قدامك ده. ده معادلة الطيار بتاع الملف. معاك الطيار بتاع الملف ده باشواندس خلاص قدامك كزا سكة. خلاص? ممكن انت تروح تجيب الجهد على الملف. عن طريق القل في الديه على الديتي تاخد الجهد بتاع الملف تروح تستخدمه في المكسف. خلاص. هتقولوا ان الجهد بتاع الملف او الجهد بتاع ملفه المكسف واللي في دي اي على دي تي جبناك جهد بتاع الملف والمكسفين مع بعض بنفس الطريقة خلاص عندك سكتين اما ان انت توزع خلاص وكدي ما تفضلش الافضل انت تروح تجيب الطيار خلاص وكامل خلاص لانك انت فعلا ممكن تليم مكسفين دولها باشو عينت احت نفس الشروط فيحصل لك مشكلة فالافضل انت تروح تجيب اللي هو عبارة عن آآ في الدي في على الدي تي طبعا هنا اسي نفس الطريقة اللي فاتت السي في اآ whileerna. طبعا السي هنا دي سي اه وتنسى دي الشرط بالاتنين موفيوت لك انت طلب اربعة ميكرو فرات جبتummer c تاخده بكامل تجيب اللاm تضجيب اللاắc تاخده بكامل لتجيب اللاقه اواحد على السي بتاعتها داي عشرين ميكرو فرات خلاص تروح تكامل هوي تجيب الفي نوت. خلاص طبعا افضل انت تجيب الفي نوت مباشرة ازي اول حل حل نعم ده الافضل.